رئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني يلتقي مسؤولين أوروبيين على همش مشاركته في الأيام الأوروبية حول تنمية التي انطلقت بالعاصمة البلجيكية بروكسل فقد أجر رئيس الغزواني أمس لقاء مع رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ويرنير هوير بحث التعاون بين موريتانيا و هذه المؤسسة المالية الأوروبية والسبو التعزيزي والقضايا ذات الاهتمام المشترك كما بحث رئيس الموريتاني وأيضا خلال لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشل التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي من شهة والسبو الكافيلة بتعزيزه من جهة ذنية وفق ما ورثته وكالة الأنباء الرسمية رئيس الموريتاني اجتمع بالممثل العلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزي بوريل وناقش الرئيس الموريتاني والمسؤول الأوروبي التعاون بين الاتحاد وموريتانيا وسبول الارتقائي به فيما تصدر الوضع الأمني في منطقة الساحل اللقاء الذي شمع الرئيس الموريتاني والممثلة السامية للتحالف من أجل الساحل جيمي أدوم حيث بحث آخر مستشدات الأوضاع في منطقة الساحل وانعكاساته على دول المنطقة إضافة إلى السبل الكفيلة باستتباب الأمن والاستقلار في المنطقة وكان الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني أبرز في خطابه أمام المشاركين في الأيام الأوروبية حول تنمية ببروكسل جوانب من الموارد الاقتصادية لبلاده حيث أكد أن موريتانيا تتمتع بموارد اقتصادية متنوعة وكبيرة مشيرا إلى أن بلاده تسعى لإقامة الشراكات من أجل استغلال مواردها الاقتصادية وتحويلها إلى مصدر النمو رئيس الموريتاني تطرق في خطابه إلى استراتيجية البوابة العالمية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في أهدافها تترجم تقاطعا كبيرا بين موريتانا والاتحاد الأوروبي مشيدا بعلاقات بلاده والاتحاد الأوروبي التي وصفها بالقوية والمتنوعة